اسم المنطقة الشرقية ان فشل الدولة التركية سياسيا وعسكريا جعلها تتحول الى دولة ارهابية تهاجم بشكل همج بمناطقنا وعلى مرأة من العالم اجمع استهداف الدولة التركية للانسانية والبنية التحتية والمؤسسات هو حرب ابادة حرب ضد كل الشعوب الكرد والعرب والسريان والاشور والتركمان والشركس والارمان انه ضد كل الاديان من مسلمين ومسيحين وازيديين ان استهدافه للتعايش السلمي من المستقبلنا المشترك ما تشنه من هجمات منافل كل قواعد الحرب والمعايير الاخلاقية وكل هذا يجري وسط صمد الدول لذلك ندين هذا الموقف المخزي لمجتمع الدول لندعو لتحمل مسؤولياته الدولة التركية تريد القضاء على ارادتنا المشتركة تريد تقسيم سوريا واحتلال اراضينا جديدا تريد تشريد اطفالنا ونساعنا وان نستسلم سياساتهم العنصرية النازية لذلك يجب ان نوحد صفوفنا اكثر من اي وقت مضى وان نقف معنا في الساحات في الخنادق في كل احنا العالم وان نسمع صوتنا في كل مكان في داخل الوطن الخارج وان نحمي وطننا وارضنا ومصيرنا الى التحالف الدولي تقوم الدولة التركية بالهجوم على المدنيين على مرأة منكم لذا فان اتزامكم بالصمت هو عدم انتخاذكم للموقف اتجاه الدولة النازية التركية يعني انكم تتحمل مسؤولية نتائج هذه الهجمات لذلك ندعوكم الى كسر صمتكم الذي يقتل اطفان ان اتخاذ الموقف المطلوب عاشت سوريا تعددية لا مركزية عاشت مقاومة المرأة